هدد الرئيس التركي رجل طايب أردوغان بعرقلة خطة حلف شمال أطلسي لدفاع عن دول البلطيق إلا إذا صنف التحالف وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا على أنها جماعة إرهابية من الواضح أن التحالف يحتاج إلى تجديد لا يمكننا فهم هذا اليوم بعقلية الخمسينات والستينيات والتسعينات وحتى سنوات الألفية يحتاج حلف الناتو إلى أن يكون أكثر حاسما وفعالا